اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الزراع اليوم نتعلم من الزراع نباة الملفوف او اليخنة بالبيت بطريقة كتير سهلة وبسيطة بس اللي بتكون تطولوا بالكم كام شهر لحتى يبدأ معكم الانتاج ويصير بهذا الشكل الحلو وهذا انا بسميه ورد الشتي هيكوه المنظر ما احلى هذا ورد وكمان ممكن تاكلوه تعملوه سلطة تعملوه ملفوف ما بيحتاج السماد انا ما حطط له السماد وبالشتي لحاله لحين سقق بمية المطار تشجعوا بالزراع وتمتعوا بالطعم اللي انا عم بتمتع فيه وخليكم معي واهلا وسهلا فيكم يلا نبدأ هلا اغلبنا بيعرف نبات الملفوف هو من الخضروات ونعرف انه هو نبات شتوي بيطلع بفصل الشتاء اه بتتم ازل احنا بنعمل بالبيت سنزرعه باواخر فصل الربيع بيكون تقريبا اليخنة يعني الساق طبعا اسيت هذا هو مرحلة او فترة زراعة اليخنة بااخر الربيع او ممكن باول الصيف حتى نحصل على الملفوف بالبيت بدي يكون عنا اول شي راس يخنى لح نقيم الورق اللي حوالي لح ورجيكم كيف نقيم الورق اللي حوالي هلا انا هذا كنت اول شي حاططته فترة بالماء كما لكم شايفين بعدين منجهز اي نوع من التربة طينية رملية حمرة سودة اي نوع تربة موجود عنكن فهو لح يعيش هلا لح نفتح حفرة بالتربة هون ها الطريقة على قد الصاق طبعا ممكن كمان ما تنقعوا بالماء تضغري تحطوه بالتربة بعد ما تقيموا الورق بس انا حطيته لانا ما كان عندي وقت ازرعه نحن ننزله منيح بالتربة ونغرزه ونرجع التربة ونضغط عليها لنفرغها من الهواء ممكن نعملها بايدانا او ممكن متما انا عم بعمل معلقة او اي شي عندكم وبدنا نسقيها بشوية ماء لما تركها فترة بالفي بعدين نحننقلها للشمس بدنا نحطها فترة طويلة بهذا الشكل يعني كل فترة الصيف والخريف لحتى يجي الشتاء لحتى تبلش تعطينا اليخنة او الملفوف هلا انا بدي هيئن الى بعد فترة للسطح وحتى بحوض اكبر يعني حوض تقريبا ادهاد لحتى تنمو تعطينا اليخنة الحلوة الشهية خليكن معي وتعبوا اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الزراع اليوم ننتعلم او بنا نحكي عن نبات اليخنة متل ما لكم شايفين هذا هو النبات هلا انا هذا كان عندي الكعب تبع اليخنة حطيتها بالطراب وصلت تقريبا فترة طويلة يعني كل الصيف انا زارعتها هلا بداية الخريف نهاية الخريف وبداية فصل الشتاء حسيتها عم تنمو شوفوا هالمنظر محلى كتير صارت حلوة انا الحقيقة وقت زرعتها فكرت يطلع منها بزور بس الحقيقة ما طلع بزور بس لوراق ليكو كيف طالع كتير منظرة حلو اتمنى كما تزرعوه الجزر تبع اليخنة احسى ما ترمو ممكن تحصلو على هادا النبات شوفوا قدي حلو هالمنظر وهادا نبات اليخنة بعد ما نزلت عليه المطر بكمية كبيرة شوفوا قدي صار منظره احلى واحلى هلا انا كنت عمقين منه الاوراق اليابسة وصقيته بالماء هاي فيما احلى هاكو هالمنظر شوفوا قدي حصلت على هالكمية الكبيرة عدوا كامية خنايا في هون او كام ملفوفة شوفوا هالمنظر شوفوا الحوض هيك من فوق قدي كبير شوفوا هاللون الحلو انتوا بس شوفوا من هون كمان هاي مية المطر بيقلب الوراق انا ما عد سقيتهم هي المطر اللي حالة عم تسقيهم وعم يكبروا هلا ازا فيه ورق اصفر متل هاد احنا ممكن نتخلص منه هاي الورقة الصفره للكب ممكن ناكل منه نعمل سلطة نعمل ملفوف شايفين هالكمية مأحلاها نعمل هيك وقلب اللي يخنا شوفوا ما ضعف ازا انتوا شايفين من هالمنظر من قبل شوفوا قدي الكمية كبيرة هو بحد ذاته هاد احلى من الورد خاصة بفصل الشتاء كون الورد شوي قليل الي خناهية بمثابة الورد شوفوا هالمنظر عنجد ما منقدر نقول الا يتمجد الخالق بهالانتاج هاد شوفوا ادي حلو مش تهي هيك الواحد يحضنه على ايدي ما هيك الورق من من ازئذ وظريش هلا بديدوق واحدة بشان شهك وان تزرعوا ممممممممم مقرمش ولونو اخضر طي туда طيب حلو ومثل القطر صدقون اتمنى تزرعوا. كيف تعملوا هالفكرة. مت ما بقل الكون دايما. الورقة من هاي مقابل الراس كله اللي بتشتروا من السوق. دي سووا الكونياء كتير. حتى تعملوا هالاختراع هادا. تزرعوا متل ما انا زرعت. وما تقولوا انه طولت الفيديو. هادا النبعات بيستحق التصويت. لانه عن جد احلى من الورق. هلا انا لحقيم الورق الاصفار وارجع. من يخناية واحدة لح تحصلوا على هذا. العدد الكبير من روس اليخنة. او الملفوف. رح ثوروا اخر شي. وقل لكم ما تنسوا اللايك. والمشاركة مع اصحابكم. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفكرة. ودايما شجعوني. ما عم بقدير قوم نحقاقوا الورقة عني. قدي حلوة. عن جد. بش كتير كير طيب. ما هي قدر اوصفوا لكم. عني اللي بتشتروها من السوق. شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء مع زراعة جديدة. وهي الطيور كمان انبسطوا. بالملفوط.